موسيقى كشف تقرير سري للجنة خبراء مجلس الامن في الامم المتحدة عن استمرار تزويد ايران لميليشيا الحوث الانقلابية بصواريخ بلستية وطائرات بلا طيار بعد فرض الحظر على الاسلحة في العام 2015 وتمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير الى اصلها الايراني بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2018 واكد التقرير السري المقدم لمجلس الامن واطلعت عليه وكالة الانباء الفرنسية الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ بلستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في ايران وفي هذا التقرير تقول لجنة الخبراء انها تواصل الاعتقاد بان صواريخ بلستية قصيرة مدى وكذلك اسلحة اخرى قد تم ارسالها من ايران الى اليمن بعد فرض الحضر على الاسلحة في العام 2015 وخلال جولات الاخيرة في السعودية تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير الى اصلها الايراني بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير الى يوليو واضف التقرير يبدو انه على الرغم من الحضر المفروض على الاسلحة الا انه لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بلستية وطائرات بلا طيار من اجل تكثيف حملاتهم ضد اهداف في السعودية اكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي رفض قيادة التحالف ما تضمنه البيان الصادر من منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليس جراندي المتعلق بتعرض مدنيين في اليمن لمخاطر شديدة بسبب الضربات الجوية التي ينفذها التحالف على محافظة الحديدة وقال المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف ان التحالف يتخذ لاجراءات كافة في تطبيق القانون الدولي والانساني لحماية المدنيين بما يتوافق مع المادة 51 والمادة 52 من اتفاقيات جينيف الاربع ودخولاتها الاضافية وضف العقيدة المالكي ان بيان ليس كايدي تجاهل الانتهاكات الدولية والانسانية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في الاراضي التي تسيطر عليها في الجمهورية اليمنية مشيرا الى ان ما تقوم به الميليشيات في محافظة الحديدة من تقسيم للمحافظة ووضع الحواجز لتعطيل الحياة الطبيعية والتضييق على المواطنين اليمنيين في الحديدة والمدن الاخرى مشيرا الى ان هناك سفينتين تتواجدان بمنطقة الانتظار بالميناء منذ اكثر من اسبوعين الى جانب تعطيل الانقلابيين لتفريغ حمولة سفينة بميناء الحديدة لقرابة الخمس والثلاثين يوما واكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ان محافظة صعد لا تزال منطقة لاطلاق الصواريخ الباليستية وكذلك تخزين الصواريخ الباليستية والاسلحة المهربة من النظام الايراني استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات ميليشيا الحوث الانقلابية في جبالي ظهر البياض بمديرية الملاجم شرق البيضاء وذكر مصدر ميداني ان معارك عنيفة دارت بين الجانبين مصحوبة بقصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيا ضمن العملية العسكرية التي انطلقت الاسبوع الماضي لتحرير مديرية الملاجم وعضحت المصادر ان الجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا بقذائف المدافع والرشاشات ما اسفر عن سقوط عدد من الميليشيا بين قتير وجريح ولفتت المصادر الى ان قوات الجيش في جبهة الحازمية وفي محور بيحان مستمرة في العملية العسكرية لاستكمال عملية تحرير مديرية الملاجم من ايد الميليشيات الاقلابية استانفت قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية في الحديدة بعد توقف داما لنحو شهر وقالت مصادر عسكرية ان قوات الوية العمالقة تقدمت صوب مركز مديرية الدوريهمي وبحسب المصادر فان العمليات العسكرية التي تجري الان في قرية دخنان غرب الدوريهمي يصاحبها غطاء جوي مكثف لطائرات التحالف وتكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والعتاد حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم شرقية العاصمة صنعاء وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل بعد معارك متواصلة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الارواح والمعدات واكد ان المعارك اسفرت عن مصر عيما لا يقل عن 17 عنصرا من الميليشيا الانقلابية وجرح اخرين اضافة الى خسائر في المعدات القتالية وشارك طيران التحالف بفعالية في المعركة حيث استهدفت بعدة غارات تعزيزات للميليشيات ومنها تدمير ثلاثة اطقم قتالية ومدرعة ومقتل جميع من كانوا على متنها